بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء 1-2 معنا في لغة الإشارة لهذا اليوم صالح العوجان في البداية أعزائي الطلبة دعونا نستذكر ما تم دراسته في الدرس السابق بسم الله وعلى بركة الله في الدرس السابق مصادر الطاقة المتجددة تطرقنا إلى طاقة الرياح وذكرنا بأنها هي الطاقة الناتجة من حركة الرياح والتي يتم من خلالها تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية وذلك عن طريق التوربينات الهوائية مبدأ تحويل الطاقة أيضا ذكرنا بأنه كما ذكر سابقا يعد مشروع محط الدومة الجندل لإنتاج طاقة الرياح الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتبلغ طاقته الإنتاجي 400 ميجا وات بعد ذلك تطرقنا إلى طاقة أمواج البحر وذكرنا بأنها تنتج عن استغلال حركة المياه لتوليد قوة تستعمل في توليد الكهرباء أو تحلية المياه وذكرنا بأن حركة الأمواج ما هي إلا أثر حركة الرياح على سطح الماء وبالتالي يمكننا القول أن الطاقة الموجية ما هي إلا وجه آخر لاستغلال الرياح أيضا في طاقة أمواج البحر ذكرنا بأن لهذا المصطلح أشكال عديدة من الطاقة مثل الطاقة الموجية وطاقة المد والجزر وذكرنا بنا تمثل إنجلترا وإسكتلندا وإستراليا والولايات المتحدة وكندا وجنب أفريقا دولا رائدا واعدة في هذا المجال بعد ذلك تعرفنا في طاقة المياه الجارية والساقطة من مصادر الطاقة المتجددة وذكرنا بأن مفهوم المصادر المائية لطاقة تعني محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تقام على مساقط الأنهار أو الشلالات الصناعية التي يمكن الحصول عليها من إقامة السدود والبحيرات الصناعية الخاصة بحاجز المياه أيضا ذكرنا في طاقة المياه الجارية أو الساقطة المبدأ هنا هو تحويل الطاقة الكامنة المختزنة في الماء المحفوظ خلف السدود أو في أماكن مرتفعة إلى طاقة ميكانيكية أثناء سقوط الماء على التروبينات فتديرها وبالتالي تدور المولدات الكهربائية المرتبطة معها منتجة بذلك الطاقة الكهربائية بعد ذلك تعرفنا على الطاقة الحيوية مصدر آخر من مصادر الطاقة المتجددة وذكرنا بأنها تعد الطاقة الحيوية مكونا رئيسا للطاقة المتجددة حتى في البلدان الصناعية ونحصل على الطاقة الحيوية من المواد العضوية مثل الخشب والمحاصيل ومخلفات الحيوانات والنفايات الصلبة والسائلة وحتى الطحالب والباتيريا وذكرنا أيضا في الطاقة الحيوية بأنها تعد مشاريع تحويل النفايات إلى الطاقة ذات هدف مزدوج يتمثل بالحد من كمية النفايات التي سيتم معالجتها وتخزينها إضافة لاستخدامها في إنتاج طاقة مفيدة بطريقة صديقة للبيئة بعد ذلك تعرفنا على طاقة الهايدروجين وذكرنا بأنها تبرز طاقة الهايدروجين الأخضر والأزرق والأمونيا الزرقاء في طليعة الخيارات المتاحة لتوفير الوقود بعد النجاح النسبي لطاقة الشمس والرياح وتوفير الكهرباء حيث ذكرنا بأنه يبرز الهايدروجين كخيار مناسب لتوفير الوقود وبخاصة للقطاعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة مثل صناعة الثقيلة ووسائل النقل الكبيرة على سبيل المثال السفن الطائرات وكذلك القطارات وهناك نوع مختلف من وقود الهايدروجين ولكل نوع مميزاته وعيوب في الهايدروجين الرمادي ذكرنا أعزائي الطلبة بأنه هو النوع الأكثر انتشارا حتى الآن ويستخلص من الغاز الطبيعي ويرافق انتاجه كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون ولذلك يميل انتاجه للتراجع رغم انخفاض التكلفات أما بالنسبة للهايدروجين الأزرق ذكرنا أعزائي الطلبة بأنه يتم انتاجه كذلك مثل الهايدروجين الرمادي من الغاز الطبيعي مع فارق أساسي وهو التقاط الكربون المصاحب وتخزينه في الأرض غالبا في أبار النفط غير المنتجة أما بالنسبة للهايدروجين الأخضر ذكرنا بأنه هذا النوع ينتج من الماء بعملية التحليل الكهرباء مع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ويمتاز بانعدام بعاث ثاني أكسيد الكربون تقريبا ولذلك وهو وقود صديق للبيئة بالكامل ولكن عيبه الأساسي ارتفاع تكلفة انتاجه والحاجة إلى كمية ضخمة من الطاقة الكهربائية في الأمونيا الزرقاء ذكرنا بأنها تعد الأهم في مزيج الوقود الهايدروجين وتتكون من ثلاث ذرات من الهايدروجين وذرة واحدة من الناتروجين وتمتاز بأنها غاز أكثر استقرارا من الهايدروجين بعد ذلك ذكرنا أن حيث أطلقت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عدة مشاريع لإنتاج الهايدروجين الأزرق ومشاريع تجريبية للهايدروجين الأخضر وتبرز كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وتركيا في مقدمة دول المنطقة التي تولي اهتماما كبيرا بطاقة الهايدروجين بعد ذلك تعرفنا على تجربة الخلية الشمسية البسيطة وذكرنا بأنها تعد الشمس أكبر مصدر للطاقة لذلك يمكننا الاستفادة منها لتغطية احتياجات الطاقة لجميع بني البشر ويكون ذلك باستخدام عدة طرق حديثة لتحويل طاقة الشمس الحرارية إلى أشكال أخرى متنوعة من الطاقة في موضوعنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة الطاقة النووية في البداية دعونا نتعرف على الأهداف سويا في الأهداف تتعرف أو تتعرف في الطاقة النووية تبين أو تبين كيف يتم توليد الكهرباء النووية توضح أو توضح معنى الانشطار النووي تذكر أو تذكر فوائد استخدام الطاقة الذرية في مراجعة المفردات أعزائي الطلبة لدينا هنا مفردة الطاقة المتجددة هذه المفردة ما هي إلا عبارة عن طاقة مستمدة من المواد الطبيعية والتي لا تنفد وتتجدد باستمرار مثل الرياح والشمس المتوفرة في معظم دول العالم في المفردات الجديدة لدينا هنا الطاقة النووية والانشطار النووي في الفكرة الرئيسة أعزائي الطلبة الطاقة النووية هي الطاقة الناتجة عن نواة ذرة التي تتكون من البروتونات والنيوترونات وتنتج عبر طريقتين الانشطار النووي أو عملية الاندماج النووي في عملية الربط مع الحياة أعزائي الطلبة لعلك لاحظت بعض الأطعمة المحفوظة بأشكال متعددة يكون ذلك بتعريض الطعام للإشعاع لقتل البكتيريا الضارة وهو نوع من أنواع التعقيم كما تستخدم أشعة قامة لتعقيم المعدات الطبية بأمان مثل الحقن وضمادات الحروق والقفازات وصممات القلب إذن العناصر أو الموضوع لهذا اليوم ما الطاقة النووية ولكن في البداية دعونا نتساءل سويا كيف يتم الانشطار النووي ما الطاقة النووية؟ الطاقة النووية عزائي الطلبة هي الطاقة المنبعثة من نواة الذرة نتيجة للتفاعل النووية الذي يحدث من الانشطار أو الاندماج النووي تستغل هذه الطاقة أعزائي الطلبة في محطات توليد الكهرباء النووية حيث إنها مصدر موثوق وفعال لتوليد الكهرباء دون انبعاثات كربونية بكميات كبيرة كما تعد الطاقة النووية من المصادر التي تقل فيها الآثار البيئية سواء على الأرض أو على الموارد الطبيعية أيضا أعزائي الطلبة كانت أول محطة للطاقة النووية أنشئت في مدينة أبنينسك الروسية عام 1945 ميلادية والطاقة النووية التي يتم تسخيرها حول العالم اليوم لإنتاج الكهرباء تتم من خلال الاندماج أو الانشطار النووي بينما تقنية توليد الكهرباء من الاندماج النووي ما زالت في مرحلة البحث والتطوير في عملية توليد الكهرباء النووية أعزائي الطلبة تحديدا تنتج محطات الطاقة النووية الكهرباء بطريقة مشابهة كثيرا لمحطات الطاقة التقليدية فكلاهما تستخدم مصدرا لإنتاج الحرارة التي تحول المياه إلى بخار ثم يعمل ضغط البخار على تشغيل مولد الكهرباء لإنتاج الكهرباء بمعنى أعزائي الطلبة أن المفاعلات النووية تطلق الحرارة التي بدورها تنتج البخار ويقوم بعدها البخار بتدوير التوربين متصل بمغناطيس كهرباء يسمى المولد والذي يقوم بدوره بإنتاج الكهرباء نتيجة لدورانه ولكن الاختلاف أعزائي الطلبة بين هذه المحطات التقليدية والنووية يكمن في نوع مصدر الحرارة في محطات الوقود الأحفوري يكون مصدر الحرارة من حرق الفحم أو النفط أو الغاز الطبيعي أما في محطات الطاقة النووية يكون المصدر الأساسي للحرارة هو انقسام الذرات أو ما يطلق عليه عملية الانشطار النووي أيضا أعزائي الطلبة الانشطار النووي عندما تنقسم نواة الذرة إلى نواتين أو أكثر ويصاحب ذلك انبعاث للطاقة يحدث ما يعرف بالانشطار النووي فعندما يصطدم النيوترون أعزائي الطلبة بذرة اليورانيوم يقسمها ويطلق كمية كبيرة من الطاقة على شكل حرارة وإشعاع وعند انقسام ذرة اليورانيوم يطلق المزيد من النيوترونات أيضا وتستمر في الاصطدام مع ذرات اليورانيوم الأخرى وتتكرر هذه العملية نفسها مرارا وهذا يعرف بالتفاعل النووي المتسلسل أيضا أعزائي الطلبة في عملية اكتشاف الطاقة النووية اكتشف العلماء في الثلاثينيات من القرن الماضي إمكانية جعل الانشطار النووي يحدث في أنواع معينة من الذرات وقد تم هذا الاكتشاف مع ذرات مادة تسمى باليورانيوم هذه المادة حيث قاموا بتقسيم نواة ذرة اليورانيوم إلى قسمين مما أدى هذا إلى الانشطار النووي إلى إطلاق الكثير من الطاقة فعلى سبيل المثال ينتج من انشطار نصف كيلوغرام من اليورانيوم قدرا من الطاقة يعادل حرق ثلاثة آلاف طن من الفحم بعد ذلك أعزائي الطلبة دعونا نتعرف على اليورانيوم اليورانيوم أعزائي الطلبة تستخدم معظم محطات أو تستخدم معظم محطات الطاقة النووية ذرات اليورانيوم الذي اكتشفه العالم الألماني مارتين إكلابروث عام 1789 ميلادية واليورانيوم مهدا يمكن العثور عليه في الصخور في جميع أنحاء العالم ويتم استخلاصه أعزائي الطلبة من طبقات قريبا من سطح الأرض أو عن طريق التعديل من باطن الأرض ويحتوي على العديد من النظائر الطبيعية المنشأ والتي هي أشكال تختلف في كتلتها الفيزيائية ولكن لها نفس الخصائص الكيميائية كما هو واضح معنا في الشكل 19.5 عملية تعدين اليورانيوم ولليورانيوم أعزائي الطلبة نظيران بدائيا هما اليورانيوم 238 واليورانيوم 235 ويشكل اليورانيوم 238 الغالبية في العالم ولكن لا يمكنه أن ينتج تفاعلا انشطاريا متسلسلا بينما يمكن استخدام اليورانيوم 235 لإنتاج الطاقة عن طريق عملية الانشطار النووي وهذا النظير من اليورانيوم يشكل أقل من نفذة واحد بالمئة من اليورانيوم الموجود في العالم نلاحظ هنا في الشكل 20.5 تعدين اليورانيوم أو ما يعرف به الكعكة الصفراء واللي جعل اليورانيوم أعزائي الطلبة الطبيعي أكثر قدرة على الانشطار من الضروري زيادة كمية اليورانيوم 235 من خلال عملية تعرف بإثراء اليورانيوم وبالتالي يمكن استخدامه بشكل فعال كوقود وذلك في المحطات النووية أيضا أعزائي الطلبة حيث يحتوي اليورانيوم الطبيعي على نسبة 7 من 10% من اليورانيوم 235 وهو النظير انشطاري والنسبة المتبقية 99.3% فهي تشكل اليورانيوم 238 الذي لا ينشطر ويمكن أن يخصب اليورانيوم الطبيعي بعدة طرق فيكون قابلا لانشطار وصالحا للاستخدام في المفاعلات النووية مثل تلك التي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية مفاعلات الماء الخفيف نلاحظ هنا من خلال الشكل الواضح معنا لدينا هنا وعاء مفاعل نووي لدينا هنا دراع التحكم بعد ذلك لدينا هنا بالنسبة للمولد وهنا أيضا لدينا بالنسبة لمكثف الماء وبعد ذلك ينتج لدينا الطاقة في تقويم الختام لهذا اليوم أعزائي الطلبة اخترى الإجابة الصحيحة فيما يلي تستخدم معظم محطات الطاقة النووية لإنتاج الطاقة من المادة الآتية هل هي الراديوم أم الكابريت أم الكربون أم اليورانيوم أحسنتم بارك الله فيكم الجواب الصحيح هو اليورانيوم رقم اثنين اخترى الإجابة الصحيحة فيما يلي عندما تنقسم نواة الذرة إلى نواتين أو أكثر ويصاحب ذلك إن بعث للطاقة يحدث ما يعرف اليورانيوم الانشطار النووي الاندماج النووي أم الراديوم أحسنتم بارك الله فيكم يسمى أو يعرف بالانشطار النووي في الخلاصة ما الطاقة النووية تعرفنا على الطاقة النووية بأنها هي الطاقة المنبعثة من نواة الذرة نتيجة للتفاعل النووي الذي يحدث من الانشطار أو الاندماج النووي أيضا تعرفنا على عملية توليد الكهرباء النووية وتعرفنا على الانشطار النووي واكتشاف الطاقة النووية واليورانيوم شكرا لكم أعزائي الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر